موسيقى موسيقى مساء الخير يجدد لقائنا معاكم من خلال برنامج زيارة دكتور بدر مساك الله بالخير دكتور عادة أنا في بداية حلقاتي أحب أبتدي مع ضيفي من بداية حياته بالطفولة وإن كانت المنطقة تتشابه لكن الأحداث تختلف فلو أكلمني عن جبلة شون تذكر منها؟ الحياة في هذه المناطق جبلة وشرق ذكرياتها كثيرة وعديدة وسعيدة لما تذكرها الآن بس في وقتها كانت ذكريحة مؤلمة بسبب صغر السن يعني أنا عشت في فترة جبلة مدة يمكن ستة أو سبع سنين لما صار أمري سبع سنين نتغلنا على منطقة كيفان فكانت يعني هذه مرحلة مرحلة الشقاوة مثلا مثل أي طفل آخر كنا يعني أنا ذكر كان يمنى دكان أقالة وصاحبة تفيف ما يشوف فكنا بذاك العمر نودي له حدايد مفلوس حدايد حدايد فهو ما شاء الله يكتشفها بس ما يتكلم معنا ما يقول لكم شيء يعطينا اللي يعطينا للنبي ومع السلامة نحن زودناها معا يعني تعدلت المرات هذه فأيات بنتها واشتكت عندنا في البيت أنه فلان يعطيشتري هذه الكوكاو والحلاو في حدايد ما هي فلوس فتنت عليكم فالأصبح يعني هو عند بقالة ولكن جارنا يعني كان الأولاد كانوا من عزي أصدقائي في تكلفترة يعني الآن القطع التواصل بينه وبينهم طبعا أغلبهم تفهم الله بس الموجود ماذا تذكر والله أذكر ولد صاحب البقالة وجارنا يوسف المزيد موجود يعني بس ما في تواصل يعني أشوفه بالصدف الآن هو متقاعد يعني أنا الأصدقاء ذلك لما كنا في تلك المرحلة واللي بعدها يعني وايد أنا يعني أستمتع بالتواصل فيهم وأحب أحيي الذكريات بس المشاقل الدنيا كل واحد لحياة العين الخاصة وتكويل الأسرة وهذا فمبتعدين عن بعض ولكن في هذه الفترة فترة الحياة في جبلة ما تقول لك يعني على بساطتها شنو جمالها وين جمالها على بساطتها طبعا الحياة فيها وإحنا كنا يم البحر وكان القضية يعني من المدرسة والروضة على طول وحي البحر والتواصل يعني الود بين الجيران كل من يعرف بعضها كل من يعرف بعض ويعني دائما الحياة البساطة في الحياة تعطيها لذة وتعطيها رونق غير لما تتعقد الحياة ويصبح هناك في نوع من الحواجز وطبعا مرحلة طفولة تختلف يعني لو أنا أكبر في سن المراهقة والرش وعايش بجبلة فأكيد رح يختلف الوضع أكيد صح بس لأن في هالمرحلة أطفال خمس أو ست سنين أمارنا حياتكم بس اللعب والدراسة بس لو حت الدراسة يعني في الروضة ما كان في بس بعدين في فترة الروضة كان في الظهيرة في الظهر كنا نبات في الروضة يعني كانت فترتين صباحية بعدين بات ناخذ الغيلولة في المدرسة أو في البيت في الروضة في الروضة تناموا في الروضة وتكملوا بعدين ايه يعني كنت تطلعوا من المدرسة نطلع بأعتقد العصاري أي على حدود ساعة ثلاث تشوف شنو فادتكم يعني هذي الفترتين شخصياتكم يعني كان عندكم وقت فراغ ولا لا فترة الفراغ عادتي بعد المدرسة يعني أقصد فترتين هذي مالت قعدتكم في المدرسة فادتكم شيء أكيد يعني فادتنا بالنوايد كان فيها العاب كثيرة وهذه الفترتين حدتنا من أن تزيد حدة الشيطانة برى المدرسة أي فأني منهكي ولكن لابد قضية أنك تتجاوز القوانين والعراف هذه لابد منها فيها المرحلة هذه ولكن الفترتين كانت لأن الحياة كانت ما في يعني ما في ترفيه أصل في داخل وقت نعم إلا البحر فكانت هي المدرسة الفترتين حافظتنا من العبث بر بر المدرسة نعم بس اللي عارفك عن قرب دكتور يقولون أنت كنت طفل عني جدا والله هذه من صفات البرج يعني الصفة العند هذه استمرت معي إلى يمكن مرحلة النضج ثلاثين أو أربع سنة آسف مرت لي ذاك الوقت يعني نقدر نقول في قراراتك وبعدين شفت موضوع العند أو تبس الرأس طالع عليه رادي يعني ما في ما كنت أجني منه فايدة بالأكس ما ضر لي طبيعي أني حرفي ما كنت تعاند يعني في قراراتك في اختياراتك كنت تمسك برأي وما يهمك صح أو غلط بس مهم تمسك تمسك برأي الآن اختلف يعني حتى اللي اللي يعرفوني وأهلي اختلف معهم يعني بدر أول وبدر الحين في قضية تمسك بالرأي وبنتك الله حفظها نفس طبعك نفس نفس الطبع بالعناد الآن يعني مع التوجيه مع الكلام معها في قضية الإعناد بالعناد شوفها تتقبل يعني أن هذا ما رح يعود بالفايدة قدر تقنعها نفس المعاني بس موجودة موجودة هذه الصفة فأنت حضرتك تتقبلت العناد فيها ايه والكثير من الناس لما تكون عندهم هذه الصفة يعتقدون أنها تعطيهم صفة القوة وهذا اعتقاد خاطئ وانا اكتشفتها مؤخرا سن الأربعين أن مو صحيح أن صفة العناد هذه تعطي الشخصية قوة يعني شو ما تعطي بالأكس تعطي مضرة النفسة ايه تعطي مضرة و و و دائما يعني التجارب التي مرنا فيها سواء أنا أو غيري التي عندهم هذه الصفة دائما يصلون إلى أن هذه القضية الصفة العناد أو تيبس الرأس أو التمسك بالرأي إذا كان صحيح أو خطأ ما في جانب إيجابي أو فائدة للشخص وبنتك اللي حفظها منوى نعم بينكم لغة حوار ومناقشة ربيتها على هذا الشيء كثير يعني خصوصا في الأمل في مجال العمل خصوصا في مجال يعني صديقاتها سفر تشركت فيك شكرا الوحيدة نعم نعم هي مش كونة بس الوحيدة بس يعني أنا يعني أنا وغيري وكثير مننا لازم تصادق أولادك يعني يعني ما تعتبرهم بس أبناء وانت وانت الأب ولازم تفرض عليهم آراءك كلها انت الموجه في في حياتهم ولكن يعني الظل هي أنا أشوفها أنا شخصيتها ومني نعم من أين أحيان في تمسكها برأي في تمسكها لحد الآن يعني قضية العناد هذه ملتسقة فيها لحد الآن ما خفت وحضرتك أيضا وحيد والدينك وبنتك وحيدة فنبدأ نقول في تشابه في لا أنا عندي أشقاء يعني أنا من نمو أبوي أنا الوحيد بس والدي تزوج أخرى وعند أبناء منها يعني مجموع أشقائي 18 واحد 18 من ثلاث نساء نعم ومن الأقرب لك منهم الأقرب لي الكبار أنا واردتي هي الثانية فتعتبر أنت بعد أخهم الكبير لا اللي أقرب لي هو أخواني أكبر منك أكبر منك أكبر مني طبعا فيهم اثنين توفهم الله يرحمهم فهذه الأقرب مني وايد ونلتقي كل بالأسبوع مرة أثنين في الدوانية ممهاري دوانية أخرى وعلاقتي معهم يعني وايد قريبة و يعني ملتصق فيهم دكتور الوالد والوالدة تعليمهم في ذاك الوقت يعني هو كان بسيط لكن حضرتك تفوقت في دراستك فوين تشوف السبب هل هو منك ولا من توجيه منهم لا يعني أكيد من توجيه منهم يعني ولكن دائما الأباء القير متعلمين الصفة هذه أو هذا التوجه ما يعني ما يستمر لأولادهم صحيح أن أباءنا قير متعلمين ولكن كان يحثون على الدراسة حريصين أنه لابعا تكلمون يعني يعرفون يقولون يكتبون نس نعم ولكن ما كانوا متعلمين شال يحرصون أنه يغرصون فيك كتربية واللي أنت حرصت أنك تربي بنتك عليه كان والدي حريص على أن كمل تعليمي يعني وحريص أن أحترم أخواني وحريص أن أحترم يعني الأصحاب وحريص أن أن أكون وايد صادق مع نفسي ووالديتي الله يرحمها كانت حريص أيضا في التعليم وحريص أني أكون أسرها في أسرع وقت أنا الوالديتي توفت وأنا ما كونت أسرها يعني توفت قبل الله عز وجل فهذا كانت وايدة حريصة لأن التعليم موضوع التعليم هذا طرق جديد أني أكمل إلى الدكتورة نعم ففضلت أن أتزوج بعد ما أخلص التعليم تزوجت بعد ما أخلصت بعد ما أخلصت يعني تأخرت نقدر نقول يعني تزوجت عمر 32 أي أنزينو ووالدي يقولون عنك دكتور أنك وائد هادي وقليل الكلام صحيح شير السبب يعني باقي الصفة تسقط فيني و دائما أحرص على اللي أني أكون مستمع مستمع جيد أي والاستماع يعني أنا أحبها لأن أتعلم كثير يعني التعليم ما لا أمر ولا ولا حد يعني صح مهما مهما عشت لازم تعلم وأنت ما تقطي كل الجوانب في تفاعل تعليمك وهذا دائما أقول طلبت يعني حتى في مجالي لا تعتقدوا أنني أعرف كل شيء فلأنت لازم أيضا تقرؤون وتناقشوني على الأشياء التي أنت موقت تنعي فيها لذلك في الجلسات أو في الدواوين يعني في بعض الدواوين أكون هادئ ولكن بعض الدواوين الأخرى يكون موضوع مثير بالنسبة لي أدخل في الحديث نعم بس تحرس على الدواوين نعم دخولي في الحديث أيضا في ما أدخل بتفاصيل عديدة يعني دائما دائما أعطي الموجز والمختصر يعني أنا أعتقد أن لما تدخل بالتفاصيل الموضوع يطول خاصة الموضوع يضيع وطبيعة الإنسان أن يركز على الحديث لأول عشر دقائق أول ربع ساعة بعدها ممكن يسرح الموضوع حتى في القراءة أنا أكس ساعة نفسي أول ربع ساعة ثلس ساعة أركز بعدها خلاص تتشتت ما أركز فأتوقع من الذي يسمعني ما أخذ نفس الصفة فدائما أتكلم باختصار ولا تكلم بصوت عالي يعني هذا الأشياء هذه قرس فيني والدي والوالدي الأرحم يكلم عن فترة الوزارة وزارة التربية والتعليم وبشد معاك في أصعب قرار التخطة والله الصعب قرار هو ثلاث قرارات اللي ما اللي هو تطوير التعليم كان صعب يعني أنك يعني تجند كل الستاف الوزارة والجهات أخرى والعمل على ملف الشهادات المزورة والفساد اللي داخل الوزارة فهذه الثلاث ملفات كانوا يعني من أصعب القرارات وهل يعني أنجزتهم يعني بديت فيهم لا ما في إنجاز لأن فترة الوزارة كانت سنتين وبرامج يطوير التعليم تحتاج إلى لا يقل عن ست سنوات وعشان نتلمس النتائج عشر سنوات فتركت الوزارة في نص البرنامج وأيضا حتى الشهادات تركت الوزارة في منتصف العمل في هذا الملف حتى أن هناك أحكام طلعت من شهر على جامعة أثينة نعم أنه أحكام ضدهم ولكن في أعداد مهولة يعني يعني يحتاج هذا الملف إلى شخص متفرق لهم لأن كثير من القضايا يعني في وقت كان اكتشفنا بحدود أكام من 400 شهادة مزوضة يعني كل ملف كان يحتاج وقت طويل وجهة كبيرة طبعا لكن جليلتش أن الآن الملف في شهادات لحد الآن ما تتسكر نعم هذا بس بس في جهة وحدة يعني أنا لما فكرت في قضية الشهادات المزورة لما أردتها على منس وزراء طلبت من زملائي الوزراء أن لازم تتجون هذا الاتجاه لأن الشهادات مو بس وزارة التربية أو الجامعة أو غيرها حنا اللي علينا اللي صوينا أن أي خريج لازم يعتمي الشهادة عند التعليم العالي صحيح بالسابق ما كان موجود الواحد خريج يروح يشتقل وحتى القير الكويتية صواء كان طبيب أو المغاديس أو غيره تطلب الجهة ويروح يشتغل الآن حطينا النظام أنه لازم يعتمن من لذلك أنشئ جهاز الاعتماد جهاز الاعتماد أنشئ قبلي وجهاز الاعتماد هذا مختص في اعتماد برامج الجامعات نعم سواء الدول العربية أو الدول الخارجية ولكن لازم أي واحد حتى المبعوث الآن لما يتخرج لازم نعتمد شهادة في التعليم العالي نعم لازم ناخد موافقة مبدئية وبعدها هم يعتمد الشهادة طيب دكتور قبل قلت لي قبولك للوزارة كنت عارف أنك لا تطول فيها ومع ذلك فتحت ملفات سعيت وهي تحتاج سنوات بس بالسنتين اللي كنت فيها وزير شيء اللي قدرت تنجزه كإنجاز يعني ابتدت فيه وكملت ابتدت فيه وكملت واستمر إلى اليوم أكيد التعيين لشواغر يعني لما استلمت في شواغر ويتفاضة خصصا المدرع المناطق التعليمية وكان كان هذا عائق لاستمرار التعليم يعني إذا ما فيه دير منطقة تعليمية ومن اللي يشرف على المدارس ومن اللي يشرف على عمل التعليمي في هذه المناطق والمدارس فكان يعني شيء معرقل فحطيت همي لسد هذه المواقع والحمد الله استمر يعني ألقي البرنامج مع البنك الدولي يعني أنا كنت أتمنى أن يقيمون هالسنتين قبل لا يلقون البرنامج وعلى ضوء هممكن يلقون إذا ما شافوا أو يستمرون لأن نحنا لما تعاقدنا مع البنك الدولي كان أمامنا ثلاثة اختيارات يأما المنظمة عالمية مثل البنك الدولي أو مؤسسة يأما قطع خاص شركات هذه تحتاج إلى مناقصات ويأما محلة من جامعة الكويت أو من أي جهة أخرى ولكن لما استلمت لقيت الملف جاهز مع البنك الدولي يعني اللي قبل كان يمشتغل فيه ووقف على التوقيع وطبعا عملنا عدة اجتماعات مكثفة قبل التوقيع وعدلنا رديت ودرست وعدلت ودخلنا جوانب كثيرة فيه دخلنا الاحتياجات الخاصة دخلنا في موضوع رخصة المعلم ودخلنا في كثير وعلا برامج دخلنا فيه كانوا البنك الدولي مع الادخالات هذه طلبوا المبالغ أكثر يعني كانت الميزانية 10 مليون دينار أو 11 مليون فمن ضمن الأشياء اللي دخلناها طلبوا أكثر أنا طبعا ما وافقت يعني لما نعطيكم باقي جدعليم باقي جدعليم كله مو بس فئة الطلبة الأسوياء لازم أيضا تشمل الجميع طيب لما كنت وزير كنت حريص أن ما تكون من وراء المكتب كنت تنزل للمدارس يعني هذه كانت متأتي لنزول المدارس وشوف وين الخلل في خصهم في أيام الصيانة التي قبل الصيف استداد فما كنت أعتمد بس على الوكلة ولمداراء المناطق أن يعطوني تغارير شفوية أو تحريرية أو على الورق فكنت لازم تنزل بنفسي وهي مش قضية أعدم ثقة ولكن يمكن العمل اللي يعجبه ما يعجبني لأن نواي الدقيق فكنت أزور المدارس يعني دائما أبدأها بالمدارس المناطق البعيدة وأخلي المدارس اللي داخل المنطقة يعني أخليها بالليل ساعة تروح بروحي أو أقل بالأوقات تروح بروحي ولا مع الحارس بس من ضمن زياراتك زرت صفوفك وقت ثانوية أعتقد أو المتوسطة هي ثانوية كيفان زرت وخير البنحم الخير البنحم الابتدائي والمتوسطة اللي درس فيها وثانوية كيفان اللي هي كيفان طبعا هذه زرتها زرتها كده مرة شي اللي تذكرتها لما شفت الصفوف هو تذكرت الصفوف اللي أنا كنت فيها وتذكرت الملاعب اللي فيها وتذكرت النحشة اللي كنا نحاش فوقت الفرصة عشان نروح ناقذ روح المطعم وتذكرت أيضا المراسم أو المرسم داخل المدرسة مع أن أنا ما أرسم ولا عرف أرسم بس ولكن كنت حابب ولكن متدوق حابب نتعلم أي وتخيلت أنكم كنت أكون موزير للتربية في يوم الأيام نا كلش ما بامر في حياتي أن أكون أستلم وزارع نعم طيب الآن نرجع عدوين وقت الدراسة الجامعية أو قبلها بشوي دكتور كان حلمك تكون طيار لما خلص الثانوية أنا كان دراسة أدبية والمناسبة ما هي بالنسبة عشان أدخل جامعة الكويت لأن ما كنت دريس ولا كان لنية أكمل يعني كنت بالثانوية وأشتغل ما كنت حابة الدراسة فوين فكرت فكرت بالطيران طوال شيء بالجيش وكون وحيد أمي فرفضت النادي الشي الجيش ففكرت بالطيار التجاري طيار المدني في ذلك الفترة كان يأخذون تخصص علمي ما يأخذون أدبي مع أسراري أسراري وكانوا دش الامتحان دش الامتحان طفت الامتحان مع أنه كان أقلب يعني فيه كثير من الرياضيات طفت لما وقت العاقل لازم أروح برا دراست هني أيضا لو رفقت لنفس السبب لأنك وحيد اختيارات تكتور كانت كلها تخليها تحاتيك فبعدين اشتغلت اشتغلت في وزارة البريد والبرقرهات لما كانت موجودة اشتغلت في قسم المكالمات الخارجية لمدة السنة وبعدين قال لي والدي لازم تروح الجامعة لازم تكمل فما كان أمامي أقول لها مصر مصر لما رحت في الدراسة أول مرة أزورها أروح لها لم أكن رايح لها سياحة أبي عارف أنا أختم لقائي معك في معرفة طموحك وموح دكتور بدر ليس الآن شلو طموحي في المجال اللي تبيه بشكل عام الآن طموحي الآن التقاعد يعني الآن رجعت الجامعة طموحي الآن التقاعد وأعمل على مشروع خاص تعليم تعليمي هذا كان طموحي قبل الوزارة التين فينا أقول لي ليس ما أخذت مدرسة أنا أخذ مدرسة وأنا في الوزارة فهذا طموحي الآن طموحي أن أكمل البرنامج اللي ما أكملت بالوزارة الرسارة لازم توصل هذا طموحي أعد وتجهل العمل الخاص بمدرسة مدرسة نموذجية وإن شاء الله تتوصل لحقها طموحي ونشوف هذه المدرسة إن شاء الله ودكتور بدر العيسى أنا سعيدة في لقائي معك وتشرفت فيك إن شاء الله وشاكرا لكم على هذه الاستضافة وإن شاء الله نلتقي في هلقات أقدم أفضل أكيد إن شاء الله نكمل سؤال إن شاء الله مشاهدين ننتقيكم نسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة